فطاير البوف بيستري والبندورة بدنا بوف بيستري بدنا جملة الكرافت مبروشة بدنا بدورة تشيري بدنا فطر طازج مقطع بدنا لتلميع العجين بدنا بياض بيضة وفنين ملعقة كبيرة حليب سائل ورشة ملح سوف نجيب قطع من عجين البوف بيستري سوف نأخذه من الفريزر على الطلاجة من تحت قبل بليلة سوف نعمل براحتي بتحافظ على برودتها بتحافظ العجين على خصائصها خصوصا احتوقها على درجة عالية ونسبة عالية من الزبدة تمام هايها دوبتها وامورها تمام نختاري نوع كتير منيح من السوق الجبنة الحديد العلب الزرق القديمة متاعة ايام زمان الجبنة الكرفت المطبوخة بدك تخلطي معها مزرلة بصير بس هي دسمتها هي هاي المطلوبة رح نجيب فطر مقطع ارباع سلايز رفيع وجبنة كرفت مبروشة وبندرة تشيري من النص ورح نجيب شوية بياض بيت للتلميع مع شوية حليب سائل وما الحمدك تحط فلفل أسود كمان بصير ورح نجيب كمان شوية عود سنال وهو الخشم شو رح نساوي شوفوا معي عشان السرعة ونفرشهم كلهم مع بعض بعدين رح نجيب شوية من جبنة الكرفت ولا تدهني ولا تعملي ولا إشي أنا برشتها برش بدي كفرميها ناعم يعني مش قضية كله بمشي كتير زاكي مع الساندويش ومع النكة العجين إشي غير شكل وهي حطيتها شوفي أنا عم بحطها من الزاوية للزاوية ليش هلأ بتعرفوا زاكي البطاطة إذا بتحبي تعطينا السوشيال ميديا ما عنا مشكلة أهدعتك أول مرة وآخر مرة بعمل البطاطة وكاتي معا منصبح على الحمد للصلاحين العباد لي صباح الخير لا بتتاكل بالإيد طبعا يعني مش رح تتاكل بصاح ولا طبعا عائشة الشطة بتصبح علينا بتحكينا صباح الخير صفاء أبو صالح ومنصبح على أيضا باسمة لنعمات ومنصبح على محمد الخوالي سميرة المنصير في معنى كمان اتصال ألو صباح الخير أم علي صباح الخير صباح ينطلني يا سمين كافي كافي أنا منيحة أنت كافك والله مفتقيين من أوراتي اليوم ما شاء الله عليكم حبي بتقلب النور نورك يسعد عمرك حبيبتي الله يسعدك يا رب إن شاء الله يوفي أنا جديدة إن شاء الله علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين يا رب إدعي لنا يوم علي إدعي لنا يضرب طعم الينسون البودر والينسون الحب ويخرب لي الطعم وبطل اسمها ينسونية صارت هريسة الزعفران فإحنا ما إيش بنحط؟ نحط العصفر وممكن نحط العصفر الشعيرات هذا بصير ما بدت ما تحطي أنا بس عشان اللون حطيته بس حبيب حبيب يسعدك ما أقول هنا يا أمر يعني هاي الينسونية لفت الفيسبوك مبارح تفاجأت بردة الفعل قديش إحنا عن جد بنحند لشغلات الطفولة وشغلات أهلينا صراحة كان رد فعل قوي عليها جداً مبارح أصداء وإن شاء الله وفي ناس جربت معنا فوراً قاموا عن الحلقة خلصوا حضرونا وبعداً طبقوها مباشرة وإشي ما شاء الله أحسن حتى من اللي عملتها بألف مرة طب ليش مش مرة أنت عملت كيكل ينسون بالسمسم طب هذا خرافي هذا أنا يوميتها روحت جد عملته جد جد كتير زاكي والكبار بالبيت رح يحبوه كتير هريسة ينسون شايفين إحنا شو عملنا فيهم عم نبرمها برم وبعدين نكبسهم في بعض عشان أضمن ما تفتح هذا العجين كله زبني تمام؟ بعدين رح أروح أجيب اللي هي البياض البيض مع الحليب بيعطيني لمعة بدون لون بياض بيض مع خل بيعطيني لون الدهبي بياض بيض مع قهوة سريعة الدوابان بيعطيني لمعة مع لون سجلوهم والله إنك رهيبة أمي محمد صباح الخير طباح النور كيفك تمام كيفك انتي؟ نحن منح مشتاقين لك علينا صوتك شو عشان نسمعك منيح نعم حبيبيت قلبي هاي علا معك يلا أهلا وسهلا كيف كيف كشف علو شو أخطاري؟ أهلا أنا منيح دا أنتم منه الحمدلله يا ربي فضل من الله حمد لله شوف علا أنا أكثر من مرت الصوت عشان بيحكي معك انتي بس عليلي صوتك عشان أسمعك لأنه صوت كتير واطي أهلا بس أكثر من مرت الصوت عشان بيحكي معك أه وبحكولي بعد المرنة عمجة بترني ما أحد ترني خليكي خليكي على الخط لا تسكر الخط هلأ هما بتواصل معك حبيبتي أهلا وسهلا وصباحك عسل هلأ شو راح نجيب راح نجيب الخلة السنان أنا هون البندورة بالعامل تركت فيها العرق الأخضر لسببين السبب الأول جماليا أحلى والسبب الثاني عشان تمسك حبة البندورة لأنه اللي تشاري فيها هون البدور وهي حمراء مستوية شوفي ما راح أخليها مايلي بالمل راح أخليها هيك واقفة وأثبتها باستخدام عود الأسنان الخشبي وأخفزها ويا حلاتها ويا ما أحلى طعمها وهي سخنة يا سلام غير شكل جد زاكي كمان أكلنا منها نخفزها على درجة حرارة 180 ميتين زيها زي الكيك الرف الأوسط بنعطيها لون من تحت وبعدين برفع اللون من تحت لأعطيها لون من فوق هلأ جبنة الكرفت من أنواع الأجبان المطبوخة فلأنها جبنة مطبوخة راح تاخد لون كيف راح تاخد لون خليني أورجيكم راح تاخد لون معاكي تحت اللي هي الشواية بهالشكل تقريبا شوفي هاي يعني بتحس الحبة صارت مرسومة من من حبة البندورة وكأنها درايتوميتو كأنها بندورة مجففة شوفوا شوفوا تمام أنا خبزتها أمورها تمام طبعا الحبة بتنفخ معاكي ما بدك تنفخ إيش بصير؟ ثقوب بتعملي فيها لحتى طلع منها الهواء باستخدام الشوكي شكلها كتير حلو وكتير زاكي ما بدك تاخد هذا اللون المحمر لأنه هاي الجبنة مطبوخة استخدموا مزريلة بس المزريلة بيضة والعجينة هون لونها أبيض يعني موضوع الألوان مهم في العين فأنا بحب هاي لأنه في تحتيها جبنة سايحة بتغلي غلي لجبنة المطبوخة بالمعجنات إشي كتير مرتب أنا راح أروح أحطها في مكانها لحتى تشوفوها بشكل كتير حلو يعني حتى عولة لما طلعتها من الفرن يعني كان يعني هيك بتغلي غلي جد زي ما حكت منصبح على إيمان الجيوسي منحكي لها صباح الخير وحمزة صوالحة منصبح عليه منحكي لها صباح النور باسمة منصبح عليكي أم رامي كنعان بتحكي سلم إيديكي شوفوا على الأكل كتير زاكي وأم نعيم أم سعد حسونة بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير وبتعايد علينا أم سلطان بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير وأم موسى الزعبي صباح الفطافي المقرب مش صراحة كتير زاكي ووصال السلاوي بتصبح علينا سمر بتحكينا صباح الخير منصبح أيضا على إياد الزبن شكرا جزيلا إياد كلك زوج سمية الشراب بتصبح علينا وتحكينا صباح الخير إشراق الحواندة وشريفة طباخي أم فؤاد الزواهرة وأيضا محمد بنصبح عليه ومنحكي له صباح الورد إيش مهند؟ أوه كله بودح إذا بتحب نروح يعني إذا بتحب نروح يفعل في الإرفيس والله أنا بحب أضني معكم طول الوقت بديش أروح يعني بس خلص صار الوقت اللي لازم نودعكم فيه على كل حال يعني كالعادة كنا معكم لمدة ثلاثة ساعات تناولنا العديد من المواضيع والضيوف اللي كانوا معنا وتواجدوا في استوديوهات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية وختام همسك كالعادة مع علنا يروح هذه الشف اللي دايما مشتهدة وبتبلع وبتركض ويلا ويلا ما بتشوفوا صبح أنا دايما للأمانة بحب أركز على إنجازات أي شخص مش شرط مرأة أي شخص بحب أنه يطور من حاله ويضله وراء جهده وشغله وبيدي سمحولي يعني أشكر جميع إخواني نشامة مؤسسة البعوة تلفزيون موجودين خلف الكاميرات بالقلري والكل اللي عم بركض حتى نطلع هذه الحلقة بهذا الألق خلينا نحكي وأيضاً معدة حلقتنا لليوم يعني العزيزة جداً سحر الدلاهمة ومخرجنا مهند الحديد أنا العلا بطلع علي إنه إنه يختصري لا أعطينا صحن النعنع صحن النعنع صحن النعنع يعني هيدو بتلها صحن النعنع يعني ديروا بالكم حالكم والجو جد بارد الأجواء مش كتير دافية فانتبهوا كتير منيح وتدفوا قم ما تطلعوا والله دارد الصراحة برض الصراحة صح ودايما نكونوا على يقين والله يعني إنه القادم أجمل مهما كان حتى لو تأخر برات إحنا صبرنا أنا مش صبورة ودايما يقولوا يلا 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 بس هيك تحال الدنيا إيش بلاش يا أمر الله يوفق الجميع يا رب ويعطي كل واحد على أدنيته هذا اللي بنقوله إن شاء الله إحنا الله يقدرنا وزي ما بقولوها ما نأثر معاكم بالنهاية هذا تكليف قبل ما يكون تكريم المكان اللي إحنا فيه نحاول قدر مستطاع نقدم إشي إليه بإمة المشاهد الأردني سواء بالداخل أو بالخارج وحتى كل حدا عم شوفنا من خلال الشاشة الوطنية الأم في جهود مبذولة في كفاءات كتير كبيرة يمكن فيه جغلات أنتو ما بتشوفوها إحنا بنشوفها وأنا شخصيا ما شفتها إلا لما انتسبت لها العائلة الكريمة تحت هالبيت الكبير وهالمضلة الكتير كبيرة فيه شغلات كتير وتخلينا دايما فخورين إنها جزء من هالعيلة اللي بنتعلم منها دائما ديروا بالكم على حالكم مع شوية البططيات وشوية السبانك وشوية الأشياء الزاكية الأكل نعمة وشي كتير طيب بدير بالو عليكم وانتو ديروا بالكم عليه اتناعم وقد ما تقدر وبكرة بيجي يوم قصبا عنك لا بتاكل حلو ولا بتاكل مالو بتصير تتمنى هيك تؤدوا وأشياء فدائما نعزوا حالكم زي ما بقولوا هالدنيا رايحة بالطول بالها بدها تمشوا ديروا بالكم على حالكم ونشوفكم غدا وشبعتكاتي ما في داعي الدوء يا مهند ديروا بالكم على حالكم شوفكم بكرة باي باي شكرا شكرا